في صلب الحملة الانتخابية فرض الاقتصاد نفسه كرقم هام في حسابات المترشيحين الثلاث مرشح حركة مجتمع السلم عبدالعالي حسان الشريف حاول في حملته الانتخابية وفي شقها الاقتصادي الإلمام بمختلف جوانب الحياة الاقتصادية وتحديات الراهن التنموي ملامسا بشكل عميق العديد من الراهانات القائمة وحاول البرنامج في خطوطه العريضة أن يلتزم بتكريس إصلاحات كبرى وإرساء المزيد من الحركة التنموية التي تتناسب مع إمكانات الجزائر والمكاسب المحققة حيث قام مرشح حركة مجتمع السلم بتقييم لجزائر اليوم وتصور المستقبل الجزائر مشيرا إلى أن الغاية الأساسية المعتمدة في برنامجه هي الاستثمار في الفرص المتاحة والمفتوحة أمام الشعب الجزائري والعمل من خلالها على صناعة فرص جديدة للتقدم والازدهار من جانبه مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش وعاد بإدراج إصلاحات على النظام المالي بما يتماشى رؤية الحزب الاقتصادية والقضاء التدريجيا على السوق الموازية أوشيش وخلال كلمة له أكد أنه سيعمل على تشجيع كل من يعمل في الاقتصاد النظامي وتقديم حوافز للأشخاص المشتغلين في الاقتصاد الموازي وهذا حسب رؤيته الجزائر الغد المترشح الحر عبد المجيد تبون لم يخرج عن خط المترشحين الآخرين وركز في حملته الانتخاب على الشق الاقتصادي حيث اقترح بدوره إصلاحا عميقا في المجال المالي باقتراح نموذج جديد للحكامة بتعزيز التخطيط المالي والتحكم في مخاطر الميزانية ووضع برنامج لعصرانة الإدارة المالية خاصة قطاعية البنوك والتأمينات كما سيتم توجيه المساعدة والإعانات لشرائح المحرومة ترشيد استيراد السلع والخدمات وترقية ودعم الصادرات خارج المحروقات وسيتم تنوع عروض التمويل عبر توسيع نطاق المنتجات المالية بهدف تشجيع الإدخار وامتصاص السيولة المتواجدة خارج النظام المصرفي من جانب آخر أكد بأن تطوير شبكة الدفع الإلكتروني باستخدام وسائل الدفع الحديثة تأخذ حيزا هاما في البرنامج باتباع نهج جديد وإصلاح للنظام المصرفي خاصة فيما يتعلق بجماعات المحلية وإصلاح التمويل المحلي ومكافحة التجاوزات المالية بتعزيز الرقابة الضريبية إضافة إلى ترشيد الإنفياق العام عن طريق عصرانة إدارة الخزينة والنظام المصرفي والمالي وكذلك عصرانة إدارة أملاك الدولة عن طريق الرقمنة وإصدار قرارات الامتياز لاستفادة من العقار لصالح القطاع الاقتصادي وهذا في إطار برنامجه الانتخابي الذي أطلق عليه من أجل جزائر منتصر ثلاث مترشحين وثلاث برامج انتخابية وتركيز منقطع النظير على الشق الاقتصادي حيث يعلم فرسان الانتخابات الرئاسية علم اليقين بأن الاقتصاد طوق نجاة للجزائر ومفتاح دخول قصر المورادية